اشتركوا في القناة انت مريض الفترة اللي فاتت ربنا يعافينا ويعافيك ويشفي كل مريض والنهاردة هنكمل مع بعض شرح وهناخد لسون 3 ولسون 4 وهنكمل الشرح باسرع ما يمكن ان شاء الله وهنخلص على طول طبعا زي ما احنا متعودين يكون معانا كتاب وقلم لو مش معانا كتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لسون 3 الدرس الثالث اسمه The Positive Effects Positive Effects يعني التأثيرات الايجابية Of Information and Communication Technology لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات طبعا القثار الايجابية او التأثيرات الايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتيرة قوي هنعرفها مع بعض دلوقتي وهي بسيطة جدا احنا بنلمسها في حياتنا كلنا وكل واحد فينا بيلمسها في حياته بشكل من الاشكال ازاي؟ قبل ما نقرأ الدرس انا اعرف ازاي اول حاجة ان Information and Communication Technology دلوقتي بتسهل علينا ان احنا نتواصل مع المجتمع حوالينا انت لو عايز تقرأ اي كتاب الكتاب ده لو مش موجود في المكتبة او لو انت في البيت ومريض مثلا زي ما قلنا من شوية لا قدر الله ولا حاجة ودلوقتي انت عندك دراسة فمحتاج ان انت تقرأ الكتب المدرسية بتاعتك وتتواصل مع المعلمين بتوعك بحيث ان انت ما يفوتكش حاجة زمان ما كانش فيه الانكانية دي انت لو عيت خلاص غبت في البيت وانقطعت عن الدراسة دلوقتي بقى فيه طرق كتير قوي تقدر تتواصل بيها مع المعلمين بتوعك تقدر تجيب بيها الكتب بتاعتك حتى وانت في البيت وتنزلك على الموبايل او الكمبيوتر وتقراها وتذاكر منها ودي من الاثاري الايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرضا ان انت دلوقتي في البيت برضو ومش قادر تنزل لظرف من الظروف زي مثلا في ازمة كورونا او غيرها ودلوقتي انت عايز تسمع الشرح وتشوف الدروس وتفهمها منصات تقدر تتفرج عليها على الفيديوهات بتاعت الشرح زي ما انت بتتفرج عليها دلوقتي على اليوتيوب المنصات دي والقنوات التلفزيونية وقنوات الفيديو دي وقنوات الشرح دي ما كانتش موجودة زمان قبل التقدم اللي حصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دي برضو من الاثاري الايجابية الحاجات اللي هي تأثير ايجابي وكويسة على حياتنا انت كمان لو تعرف حد او لو انت من زوي الهمم اصحابنا زوي الهمم اللي عندهم اعاقة من الاعاقات صعوبة في التحدث مع الاخرين عرفنا ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتديك الامكانية ان انت ممكن في برامج مثلا بتنزل على الكمبيوتر او التابلت او الموبايل وتقدر تكتب الكلام اللي انت عايز تقوله والكمبيوتر او الموبايل او التابلت ينطق الكلام اللي انت بتقوله ده وبالتالي تقدر تتواصل مع الاخرين حتى لو عندك صعوبة في التحدث او التواصل مع الاخرين ممكن كمان تتعلم لغات كتيرة عن طريق برامج على الكمبيوتر والتابلت والموبايل عن طريق الصور وعن طريق ان انت تسمع الكالينات وانت تكررها وفيه طرق كتيرة جدا لتعلم كتير من اللغات بالشكل ده كل دي من القصار الايجابية او ال positive effects ال positive effects او القصار الايجابية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات of information and communication technology اخر حاجة لازم نبقى عارفينها وفاهمينها كويس قوي ان التكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها اثار ايجابية كتير حاولينا في حياتنا واخر حاجة احنا ممكن نعرفها برضو في الدرسة بتاع نهاردة وهنقراها مع بعض ان فيه مواقع كتيرة كمان استحدثتها الحكومة زي بنك المعرفة المصري البنك ده بنك كبير فيه معلومات كتيرة جدا وكتب علمية ومواد علمية وطرق ان انت تتواصل مع المعلمين وطرق للاباء واولياء الامور ان هما يتواصلوا مع المعلمين ومع الوزارة بتاع التربيع والتعليم وغيره عن طريق بنك المعرفة ففيه حاجات كتيرة جدا ما كانتش موجودة قبل كده قبل التطور والتقدم اللي حصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دلوقتي بعد ما تقدمنا وطورنا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقى فيه positive effects او اثار ايجابية بتبقى موجودة دلوقتي موجودة دلوقتي بسبب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات او of information and communication technology تعالوا نقرأ مع بعض الشرح بتاع درس النهاردة ونشوف الكلام ده بيتقال ازاي وبيتكتب ازاي اول حاجة بيقولنا هنا providing digital boxes and activities يعني اول حاجة من الاثار الايجابية ان احنا التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعملنا providing او بتوفر digital boxes الكتب الرقمية and activities والانشاة الرقمية زي ما قلنا لو انت مش قادر تروح المدرسة مش قادر تجيب الكتب تقدر تحملها من على انترنت على الموبايل او الكمبيوتر وتقدر تقراها وتذاكر منها تاني حاجة watch videos and tv channels of education experts ان انت تقدر تشاهد مقاطع الفيديو watch videos and tv channels وقنوات التلفزيون of education experts لخبراء في مجال التعليم experts يعني خبراء وeducation يعني مجال التعليم تقدر تشوف الفيديوهات وقنوات التلفزيونية لخبراء في التعليم تالت حاجة بيقولك helping people of determination مساعدة قول الهمم مساعدة الاشخاص زوي الهمم who have difficulty لعندهم صعوبة speaking في التحدث to communicate للتواصل with others مع الاخرين and learn languages وتعلم اللغات through p-catures عن طريق استخدام الصور دي طبعا من الحاجات اللي بتوفرها دلوقتي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رابع حاجة helping people بمساعدة الاشخاص with health problems اللي عندهم مشاكل صحية who cannot leave their homes اللي مش قادرين يغدروا منازلهم and go to school ويروحوا المدرسة in communicating with teachers in communicating with teachers ان هما يتواصدوا مع المعلم بتاعهم يبقى دول four positive effects او اربع اثار ايجابية of information and communication technology او لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعالوا نقراهم مرة تانية بسرعة ونشوف ازاي ممكن نقولهم مع بعض مرة تانية providing digital boxes and activities watch videos and TV channels of education experts helping people of determination who have difficulty speaking to communicate with others and learn languages through pictures helping people with health problems who cannot leave their homes and go to school in communicating with the teachers وعندنا كمان بيقولك على سبيل المثال such as Egyptian knowledge bank website Egyptian knowledge bank website أو بنك أو موقع بنك المعرفة المصري طبعا زي ما قلنا ده موقع جميل جدا but it contains هو بيحتوي على a digital library مكتبة رقمية that helps students teachers and parents to access scientific materials بيقولك بيقولك منصات مشاركة الفيديو والسوشيال ميديا السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي من الحاجات الإيجابية اللي بقيت موجودة دلوقتي وما كانتش موجودة زمان الشيرينج فيديوز الفيديو شيرينج بلاتفورمز زي ما قلنا أو منصات مشاركة مواقعها الفيديو زي دلوقتي اليوتيوب اللي انت بتتفرج عليه أو الفيسبوك والسوشيال ميديا برضو زي الفيسبوك فبيقولك هنا الفيديو شيرينج بلاتفورمز أو منصات مشاركة الفيديو it is used to learn new things through videos بيتم استخدامها أو استخدمت أن انت تتعلم أشياء عن طريق الفيديوز or to teach them أو أن انت تعلم الحاجات دي to others through videos أو أن انت تعلمها الأشخاص تانين برضو عن طريق الفيديوز لو انت عندك مهارة من المهارات تقدر تروح على موقع من مواقع الشيرينج فيديوز دي وتقدر تعمل فيديو وتعلم الناس المهارة دي فبالتالي دي positive من ال positives أو إيجابية من الإيجابيات ما كانتش موجودة قبل كده وبعدين بيقولك هنا that you have prepared الفيديوهات دي اللي انت عملتها you have a skill انت عندك skill مهارة and you like وانت بتحب to teach it ان انت تعلمها to others للآخرين such as football زي مثلا كرة القدم لو انت عندك مهارة كرة القدم ممكن توري الأصحابك أو توري الشباب اللي في سنك ازاي ممكن يلعبوا فوتبول electronic electronic games electronic games أو الألعاب الإلكترونية programming programming أو البرمجة languages languages اللغات وهكذا فالفيديو sharing platforms أو منصات مشاركة الفيديو دي بتساعدك ان انت تتعلم وان انت تعلم كمان الآخرين المهارات المختلفة وبيقولك هنا كمان you should ask your teacher or family member before posting anything online لازم تسأل المعلم بتاعك أو الأسرة بتاعتك قبل ما تنشر posting يعني تنشر anything online أي حاجة على الانترنت لانك ممكن تنشر حاجة معينة أو فيديو معين ويكون في حاجة سرية ما ينفعش تطلع قدام الناس بيانات سرية معلومات سرية عن حياتك أو عن حياة أسرتك فبالتالي لازم تسأل المعلم بتاعك أو بابا أو ماما before posting anything online بيقولك كمان ايه هي السوشال ميديا السوشال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي it is communicating with others via the internet هي بتخليك تتواصل مع الآخرين via من خلال عن طريق عبر يعني the internet whether by voice إما عن طريق بالصوت بس audio video or just writing أو بالصوت والصورة audio video or just writing أو حتى بالكتابة بس فلي السوشال ميديا ويبسايتس أو مواقع التواصل الاجتماعي بتخليك تعمل communicating أو تتواصل with others مع الآخرين via the internet عن طريق الانترنت whether by voice إما عن طريق الصوت audio video صوت وصورة or just writing أو عن طريق الكتابة بس you can virtually work with your classmate on a project أنت ممكن تعمل virtually يعني بشكل افتراضي افتراضي يعني إيه؟ يعني أنا وإنت دلوقتي ممكن ندخل على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ونعمل حاجة زي room room يعني غرفة نقعد فيها أنا وإنت وناس تانية وكل واحد في بيته بس نبقى عادين جوا هو ال room دي كأننا عادين في نفس المكان مع بعض وكمان work ونشتغل يعني on a project على مشروع من المشاريع في حاجة احنا ممكن نكون مثلا بنشتغل عليها نخش ال room دي كلنا وكل واحد في بيته في الحقيقة ونقعد مع بعض كأننا موجودين في نفس المكان ونشتغل على ال project أو المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ده مكانش موجود قبل كده دلوقتي يبقى موجود عن طريق السوشال ميديا أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فعينة بيقولك you can virtually work with your classmate ممكن تشتغل بشكل افتراضي مع زميلك في ال classroom with your classmate on a project on a project على مشروع من المشاريع كثيرة وفيه applications كثيرة بتديك ال option دي زي الفيسبوك وزي برنامج زوم اللي كلنا عارفينه وبرامج تانية كثير كمان بيقولك join a group انت ممكن تنضم المجموعة that share the same interest interest يعني اهتمام انت ممكن تنضم المجموعة عندها نفس الاهتمام او الاهتمامات بتاعتك as you زي مثلا لو انت مهتم بالسبورتس الرياضيات الرياضة يعني or games او الالعاب or movies او الافلام وهكذا فكل واحد فينا عنده انترست او هواية او اهتمام من الاهتمامات ممكن يشوف group من ال groups الكتير اللي على المواقع دي وينضم ليه لو هو مثلا مهتم بالرياضة او السبورتس يقدر يشوف مثلا group مهتم بالسبورت ويتابعه ويشوف اخبار الرياضة the games برضو نفس النظام the movies نفس النظام وهكذا اي interest من ال interest المختلفة تقدر تلاقي لها group وتشترك فيها بيقولك كمان قبل ما تشترك في اي group لازم تتأكد وترجع للteacher بتاعك او family members بتوعك بابا وماما عشان ممكن تشترك في group غلط او في مجموعة غلط يكون فيها ناس مثلا سيئين او ممكن يضروك فهنا بيقولك you should ask your teacher or family member before joining a group or communicating with others قبل ما تشترك في اي group joining a group or communicating with others او تتواصل مع ناس تانية انت ما تعرفهاش لازم تأسك your teacher or family member تسأل المعلم بتاعك او تسأل بابا وماما او اي فرد من افراد اسرتك طبعا اخر حاجة بيعرفها لك ان ال social media websites والapplication زي skype facebook whatsapp الى اخره نروح للاسون 4 مع بعض وهو اسمه online communications online communications او التواصل على الانترنت هنا طبعا بيعرفن ان في نوعين من التواصل على الانترنت اول حاجة اسمه اتصال المتزامن يعني ايه اتصال المتزامن synchronous connection او الاتصال المتزامن يعني ايه synchronized connection او الاتصال المتزامن يعني انت لازم والشخص التاني اللي انت بتتواصل معاه لازم انتو الاثنين تكونوا موجدين في نفس الوقت على الانترنت وقت التواصل زي مثلا لما بتعمل شات مع حد بتكلمه صوت او صورة او عن طريق الكتابة بس just writing زي ما قلنا انتو الاثنين لازم تكونوا موجدين في نفس الوقت او on the same time على الانترنت علشان يحصل بينكو تواصل ده اسمه synchronize connection او الاتصال المتزامن اما الاتصال غير المتزامن فممكن انت تبقى موجود على الانترنت والطرف التاني لأ او هو يبقى موجود على الانترنت وانت مش موجود في الوقت ده بس بيحصل بينكو تواصل برضو ازاي مثلا لو انت بتبعت ايميل لحد مش لازم هو يكون موجود في نفس اللحظة علشان يتواصل معاك عن طريق الايميل او البريد الالكتروني هو ممكن يوصل له الايميل ده في اي وقت ويقرأه اول ما يبقى online او على الانترنت ممكن كمان انت تتفرج على فيديو تم تسجيله قبل كده وبالتالي انت شايف الفيديو ده الشخص التاني كان موجود online في وقت ان القواة تسجل الفيديو ده وسابه وانت بعد كده دخلت على الانترنت واستفدت به واستنفعت به فبالتالي ده مش اتصال متزامن فهنا عرف دلوقتي اكتر عن الاتصال المتزامن او ال synchronized connection وهو بيقول لنا هنا it is sent messages ان هو رسائل رسائل information معلومات and files وملفات between two or more people بين اتنين او اكتر من الناس at the same time at the same time في نفس الوقت through عن طريق الفيديو chat اللي هي محادثات الفيديو tv shows اللي هي برامج التلفزيون instant chat rooms او غرف الدردشة الفورية او غرف الدردشة الفورية فلازم كل الاطراف تبقى online on the same time او at the same time زي ما قلنا من شوية فبيقول لنا هنا اول حاجة الفيديو chats او محادثات الفيديو allows you بتسمح لك to communicate directly ان انت تتصل بشكل مباشر with one or more people مع واحد او اكتر من الناس through your computer من خلال الكمبيوتر بتاعك and you need a camera لازم يكون عنده camera لان ده فيديو فيديو chat speaker وسماعات and an application for video chat وكمان تطبيق من تطبيقات المحادثات الفيديو يبقى and you need a camera speaker and an application for video chats وبيقول لك هنا عن المراسلة الفورية او the instant messaging the instant messaging او المحادثات الفورية زي ما قلنا من شوية ان هي لازم يكون كل الاطراف online او على الانترنت on the same time في نفس الوقت علشان يقدروا يستخدموها فهنا بيقول لك it is sending messages هي ارسال رسائل to one or more people to one or a 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 more people that may be اللي هم ربما add images text يعني يكتبوا رسائل نصية or add images او يبعثوا صور or audio or video او يبعثوا صوت او يبعثوا فيديو دي كلها instant messaging او رسائل فورية او المراسلة فورية زي مثلا الواتساب ممكن نتكلم مع بعض انا وانت او لو احنا الاثنين online ابعت لك صوت ابعت لك صورة اكتب لك ابعت لك فيديو كل ده اسمه instant messaging او بنختصره ب im زي ما قلنا من شوية ثالث حاجة بيقولك and you need لشان طبعا تقدر تعمل instant messaging and you need an instant messaging program برنامج برامج المحادثة الفورية on your computer or mobile phone على الكمبيوتر بتاعك او على او على الموبايل فون بتاعك يقولك كمان ان السيل فون او التليفون المحمول بتاعك فيه application اسمه mobile application اللي هو تطبيق التشغيل بتاع الموبايل نفسه وده بيسمح لك وبيديلك تطبيقات جواه بتسمح لك ان انت تعمل direct access to various programs لطبيقات تانية مختلفة زي اليميل وزي instant messaging وزي social networking pages وزي الفيديو chats دي كلها حاجات موجودة في الموبايل فون بتاعك لو فتحت اي موبايل فون او اي سيل فون هتلاقي عليه نظام التشغيل بتاعه في برنامج للإيميل في برنامج مثلا للرسائل زي المسنجر وغيره دي بتسمح انت تعمل instant messaging او مرسلة فورية مع الاخرين طبعا الإيميل بيدي لك الoption بتاع الاتصال المتزامن زي ما قلنا او الاتصال غير المتزامن وده بيبقى بشكل اكبر لان مش لازم الطرف الاخر يبقى online زي ما قلنا من شوية فانا بيقول لك it is an application اللي هو mobile application that gives you direct access هو بيديك اتصال مباشر to various programs لبرامج مختلفة various يعني مختلف متنوع programs برامج such as زي email الايميل instant messaging المرسلة الفورية social networking pages ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي and video chats and video chats ومحادثات الفيديو فيه كمان حاجة اسمها chat rooms chat rooms او غرف الدردشة دي كانت موجودة زمان بشكل اكبر دلوقتي مش هتلاقيها موجودة قوي بس هي لسه موجودة على بعض الويب سايت ودي بتبقى غرف الناس بتدخل فيها تتكلم عن موضوعات معينة زي ما قلنا من شوية لو انت مهتم بال sports هتلاقي room فيها ناس مهتمة بال sports ناس مهتمة بال movies ناس مهتمة بال technology اي حاجة لها ناس مهتمين بها تلاقيها room ويخشوا ويكلموا مع بعض وكلهم بيكلموا مع بعض في نفس الوقت لانهم كلهم online علشان كده ده ده synchronized synchronized connection او اتصال متزامن فبيقولك chat rooms او غرف الدردشة it is a group room يعني او group مجموعة interested in a topic مهتمين بتهتم بموضوع معين such as such as tech groups المجموعات الخاصة والغرف الخاصة بالتكنولوجيا a group of four science غرف العلوم math groups math groups غرف الرياضيات game group game group او غرف العلعاب وهكذا دي اسمها chat rooms طبعا في chat rooms people talk to each other about a topic الناس بتتكلم مع بعضها talk to each others بيتكلموا مع بعض about a topic about a topic عن موضوع معين and you need a web browser like انت محتاج متصفح للانترنت زي internet explorer اللي هو الانترنت explorer اللي هو موجود على كل الكمبيوتر وغيره google chrome برضو ده متصفح من متصفحات الانترنت and chat room application and a chat room application وطبيق من طبيقات غرف الدردشة ثانية حاجة يسمعها asynchronous communication asynchronous communication اللي هو الاتصال غير المتزامن يبقى اول حاجة اسمها synchronous communication من غير الاد ده اسمه الاتصال متزامن synchronous communication تاني حاجة a بنحط a في الاول بتبقى اسمها asynchronous communication asynchronous communication أو الاتصال غير المتزامن زي ما قلنا من شوية في الحالة دي مش لازم كل الاطراف تبقى online أو على الانترنت أو على الانترنت علشان يحصل بينهم تواصل ممكن يبقى طرف موجود والطرف التاني لأ وبرضو بيحصل بينهم تواصل بس ده ما بيكونش تواصل فوري علشان كده اسمه غير متزامن أو Asynchronized Communication هنا بيقول لنا Communication that does not require does not require ده اتصال لا يحتاج does not require an immediately response an immediately response استجابة فورية رد فوري من الطرف الآخر وطبعا immediately يعني فوري Such as زي recorded educational programs البرامج التعليمية المسجلة زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي recorded explanation videos الفيديوهات الشرح المسجلة دي برضو زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي مش لازم استجابة فورية بنا انا سجلت الفيديو وسبت وانت بتتفرج عليه send a file by email ان انت تبعت لحد file ملف عن طريق ال email برضو مش بس اول ما هو يكون online هيلاء ال email اللي انت بعت تقوله وهيشوف الفايل ده فهنا اسمه asynchronous communication او اتصال غير متزامن بيكلمك هنا عن ال email او البريد الالكتروني وبيقولك it is used to send and receive electronic messages هو بيستخدم لاستقبال وارسال الرسائل الالكترونية that may be text اللي هي ممكن تكون text نص مكتوب يعني or contain an audio or contain an audio او بتحتوي على ملف صوتي recording تسجيل images image او صورة or video او حتى video كل ده ممكن يكون في ال email it is more formal than instant messaging and text طبعا ال email formal يعني رسمي بتستخدم في بالاتصال بالجهات الرسمية ممكن تبعث لهم email ممكن تبعث كشكوى ممكن تبعث كطلب ليه لان formal more formal يعني رسمي بشكل اكبر than instant messaging عن المحادثات الفورية لان المحادثات الفورية بتبقى اقل رسمية منه فال email it is more formal than هو رسمي بشكل اكبر instant messaging and text عن رسمي اكبر من المحادثات الفورية ورسائل النصية and you need وانت بتحتاج a web browser متصفح للانترنت to access the email website علشان توصل لمواقع البريد الالكتروني وهي مثلا زي yahoo gmail hotmail والى اخره طبعا مواقع ال email مواقع كتيرة جدا بكده نكون اخذنا lesson 3 و lesson 4 اتمنى ان انت تكون استفدت وفهمت درس النهاردة اوعدكم ان احنا ان شاء الله نخلص المنهجة على طول اتمنى ان انت تكون استفدت لو استفدت اعمل like اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفاتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام